أستاذ القاهرة فاز بها الأهلي وتأهل إلى النهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا من جديد هو المكان الدافئ الذي ينتظر صاحبه بشكل دائم ومتتالي بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية المتوج في إحدى عشرة مرة سابقة آخرها كانت النسخة اللي فاتت الذي لم يفارق مقعد المباراة النهائية خلال النسخ الخمس الماضية أو الأربعة واللي أضاف إليها مقعدا جديدا في نهائي هذه النسخة الأهلي اللي وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا واجه الزمالك وتوج ثم التقى كايزر تشيفز في النسخة التالية واجه الفريق الجنوب إفريقي وتوج ثم التقى مع الوداد وخسر المباراة النهائية في قصة كانت مشتعلة في إقامة المباراة من مباراة واحدة مع ظروف الجواب راح فين ثم من جديد وصل إلى النهائي وتوج على حساب نفس المنافس المغربي الوداد والآن من جديد ولكن في مواجهة التونسي الترجي الأهلي مباراة حفاظ على مازنبي بتلت أهداف دون مقابل بعدما كان مباراة الزهاب انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي وفي استاد القاهرة وبحضور جماهيري غفير متشوق متحمس ألهب حماس اللاعبين بعدد ملأ تقريبا تسعين في المية من مدرجات استاد القاهرة نزل لاعبه الفريق الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر بتشكيلة تشابهت إلا في مركز واحد فقط لمباراة الذهاب بدأ بيرسيتاو بدلا من ريدا سليم وحافظ باقي اللاعبين على أماكنهم في ملعب المباراة وأهدروا بعض الفرص في الشوط الأول من المباراة فاشتدت السخونة وصلنا للشوط الثاني من المباراة واستقبل الأهلي هدفا أحبط الملايين هدف سجلوا اللاعب جويل بيا ولكن ألفار بقيادة ماريا ريفيت ألغى هذا الهدف بلمسة يد على جويل بيا صاحب الهدف نفسه في مرحلة بناء الكرة بعد رأسية رامي ربيعة هنا استفاق الأهلي وكشر عن أنيابه ورفض أن يواصل هذه المرحلة من الشك دفع مارسيل كولر بإمام عشور العائد بعد شهر تقريبا من الغياب بسبب الإصابة في مباراة مصر مع نيوزيلندا وهنا بدأت الحفلة سجل محمد عبد المنعم هدفا من عرضية علي معلول ثم سجل هذا المهاجم المتقلق يوما بعد يوم ويسام أبو علي هدفا هو الأجمل في ثلاثية الأهلي بالأمس بعد عرضية جديدة من التونسي علي معلول علشان تفتح المباراة ونستقبل الاثناشر ديه وقت بدل ضائع بصدر رحب من أجل التعزيز وقد كان إمام عشور من جديد هذه المرة بدلا من أن يرسلها لليسار لعلي معلول يرسل العرضية لوسام أرسل التمريرة إلى اليمين لأكرم توفيق أحد رجال المباراة كي يصوب في شباك حارس مرمى فريق مازمبي مسجلا الهدف الثالث وتشتعل لاحتفالات ما أجمل الرحلة اللي بيقدمها الأهلي مش بس في الموسم ده بل في المواسم السابقة ما أجمل فكرة أنك تبقى داخل كل بطولة وانت عندك من الثقة اللي يخليك عايز تضرب أرقام قياسية متتالية فلو أنت بتتكلم أن الأهلي في مرحلة دول المجموعات بيختلف عن الأهلي في الأدوار الإقصائية الأهلي قال لك مظبوط لكن السنة دي عندي ما هو أحسن في جيبي في جيبي النهاردة هوريكم بطولة هوصل لحد نهائيها دون أن أخسر ولا مباراة في جعبتي في هذه النسخة بطولة هوصل لكم بيها برحلة تمتد من الموسم اللي فات عشرين مباراة دون أن أخسر سواء بانتصارات أو بتعادلات في رحلتي في هذه النسخة أنا قادر على أن يكون حارس مرماية اللي كان قبل شهرين لاعبا شابا مشكوك هل هيسد ولا مش هيسد يلعب سبع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه في رحلة السنة دي أنا بوصل لمعادلة ريال مدريد كأكثر الفرق خوضا لمباريات نهائية متتالية لبطولة واحدة عملها ريال مدريد زمان قوي في الخمسينيات لما توج بالنسخ الخمس اللي توج بيها وقتها في عهد إيزيبيو وأساطير الكرة المدريدية وهعمل زيه ولكن على مستوى قارة إفريقيا وهوصل للنهائي أكثر رقمي أنا كمان اللي كنت وصلت بي للنهائي أربع مرات سابقة في بداية الألفية الحالية لكن المرة دي أنا هقدر أني أوصل للمرة الخامسة على أن أتوج بإذن الله في المحطة المقبلة أداء حلوة قوي ظهر بيه الأهل مبارح تماسك وردت فعل انتظرها الجمهور تحديدا بداية المباراة وانت داخل بهدف أن تسجل وفي المرحلة التالية بعد استقبال الهدف اللي ألغي بداعي التسلل واللقطة دي كانت لقطة مؤثرة جدا لأن الأهلي هنا حس أنه مفيش مجال إحنا ماذا لو ماذا لو كان الجلد جه ماذا لو كان احتسب الهدف ده إحنا كنا ساعتها نبقى مندور على هدفين هل إحنا قد ده هل إحنا حمل ده هل إحنا موافقين أن ده يتكرر ويتنفذ ويطلع صح يلا نهاجم يلا نسجل فسجل أصحاب النسر واقتنصوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية موسيقى